طيب لو ابننا أو بنتنا ابتدى يقول الكلمة دي اللي احنا مش مصدرها احنا كأب و أم نعمل ايه؟ في الأول نتجاهل الكلمة وكأننا ما سمعناش حاجة اه تمسكوا نفسكوا كده كأنكم ما سمعتوش أصلا إذا لقيتوا الطفل كررها تعلقوا بامتعاض امتعاض اللي هو القرف يعني سوري أنا آسف يعني نعلق بقرف ونقوله ان دي كلمة وحشة ايه الكلمة الوحشة اللي انت بتقولها دي؟ ايه ده؟ ويبقى باين علينا كده القرف يعني أنا آسف في الكلمة لما بنتعصب على الطفل وبننفعل عليه بشكل كبير ده بيخلي الطفل يحتفظ بالكلمة أو الكلمات الوحشة دي في عقله اه ويبدأ يستخدمها لما يحب يدايقنا أو يستفزنا او انه يستخدمها عشان يدايق بها حد من زملاءه مثلا ليه؟ لانه بقى متأكد من تأثيرها اه أنا لما بقول الكلمة دي اللي قدامي بيتدايق قوي فخلاص أنا هستخدمها بقى عند اللزوم فعشان كده أنا بقول لكم ما تتعصبوش قوي طيب في حال استمرار الطفل بقى في انه قال الكلمة دي اكتر مرة او مصر ان هو يقولها لا يبقى في حاجة باس مع العقاب الفعال العقاب الفعال ده مش العقاب الجسد دي خالص خالص العقاب الفعال ده يعني اللي هو انه حرمان الطفل من اشياء او انشطة فعلا هتفرق معاه حرمان من خروجة حرمان من موبايل لفترة يعني حرمان من شيء كنا هنجيبهوله حرمان من فرجة على التليفزيون حرمان من حاجة على الكمبيوتر حرمان من مقابلة اصحابه فعلا انت بتعمل كده عشان كده الطفل اي طفل في الدنيا هتقولولي ايه الاطفال ممكن تمثل التمثيل ده هينفع بعد كده هيبتدي هو نفسه يحسبها اي طفل في الدنيا هيبتدي يحسبها وانا جاي عليا بايه يعني انا لما بقول اللفظ الوحش ده او الكلمات الوحشة دي بحقق خساير لا اجني سوى الخساير فخلاص مش هم عايزين كده ده نفترضنا يعني ان الطفل مش مقتنع هيغلب مصلحته انما اغلب الوقت الطفل بيبقى الحقيقة وبيبقى عايز يرضيهم وعايز ما يزعلهمش لانه بالنسبة له بابا وماما دول انا ليه اديقهم وليه ازعلهم وانا مش بقول كلام نظري اوعى تفتكروا ان انتو مش مهمين عند ولادكو حتى لو ولادكو بيبينولكو ان انتو يعني مش مهم يعني وبتاع هم دي طريقتهم لسه ما عندهمش من الزكاء الاجتماعي ومن اللياقة اللغوية اللي تبين لكو او توضح لكو قد ايه مكانتكم وغلوتكم في قلوبهم فاوعوا تفقدوا الامل في الراهان على الحكاية دي ان انتو تبينوا للطفل انكو زعلانين ان انتو انت خيبت املي انت انا بطلب منك حاجة حلوة كده انك ما تعملش الشيء الفلاني عشان تبقى كويس وانت مش عايز تسمع كلامي كأم او تسمع كلامي كأب الموضوع ده الطفل بيقلبه في دماغه وبياخد قراره مع تكرار هذا الامر من جانبنا الطفل بيستجيب اشتركوا في القناة